قدم مجلس النواب في بداية دورة عقاده الرابع من الفصل التشرعي الثاني خالص التقدير والعرفان إلى الرئيس عبدالفتح السيسي على ما يبذله من جهود مخلصة على جميع المستويات لمصلحة هذا الوطن أكد مجلس النواب على دعمه الكامل وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأها الرئيس السيسي منذ عشر سنوات على مختلف الأصعدات الداخلية والإقليمية والعالمية من أجل صالح المواطن واستقرار الوطن وثمن المجلس جهود رئيس السيسي المتواصلة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كهل المواطن المصري خاصة الفئات الأولى برعاية مشددا على ثقته في أن الدولة قادرة على تخطي جميع التحديات والصعاب في سبيل تحقيق هدف بناء الجمهورية الجديدة